فيلمنا بيبدأ بزابط قوات خاصة مدمر جدا بيخاطر بحياته قصاد جيش من المجرمين عشان ينقص حياة طفلة من الموت من غير محرق لكم الكسة انزل اعمل لايك وكمنت جامد وتعال نبدأ فيلمنا معنيها ودي تبقى بطلة الفيلم وبتكون بتتكلم في الموبايل وهي في العربية بتاعتها وفجأة بيجم عليها اتنين بيدربوها وبيرموها على الارض وبتحاول تركب العربية تاني لكن بيدربوها جامد وبيرموها على الارض وبياخدوا العربية وبيمشوا وبتدخل نيها المستشفى وبتوقت فترة كبيرة وبعد شهرين بتطلع نيها من المستشفى وبتروح على معبد الحكيم اللي بيتكلم معها وبيقول لها متفكديش الامل في ربنا وتخلي عندها يقين ان ربنا هيبعتها اللي هيساعدها وبنروح بقى للشبح ده واللي اسمه روني سينج وبيكون زابط في القوات الخاصة وبتجد رسالة منيها وبتقوله فيها انها محتاجة ضروري وبيكونها يروح لها بس صاحبه وقتها بيفكره باللي حصله بسببها زمان وبيقوله مايروح لهاش لكن روني مش بيسمع كلامه وبيروح لقائد بتاعه وبيطل منه اجازة سواني بس ايه الشنب ده يعمل حج لانت عايز فيلم لوحده المهم بيوافق وبيدلو اسبوع اجازة وفي طريقه بيفدل يرجع ذكرياته معنيها وبتجده مكالمة وكان بيبص حواليه عشان يعرف مين اللي بيكلمه وبعدين بيعرف ان نيها هي اللي بتكلمه ومش بيكون عارف شكلها وساعتها بيروح يقف وراها وبيكلمها في الموبايل وبتتعصب عليه نيها بسبب انه كان بيتاريق على شكلها وبتقوله ان لو شاف وشها هيقع في حبها فبيخبت روني على ظهرها وبيقولها وريني وشك كده نجرب وفعلا بيعجب بيها جدا بس نيها بتسيبه وبتمشي وتاني يوم بنشوف نيها وهي في الجامعة وباباها بيوصلها وهنا روني بيروح لها وبيقولها انه معجب بيها فبيتدايق باباها جدا من روني وبيروح روني يلعب سلة وبتروح له نيها وبتشد منه كورة وبتقوله ازاي كلمها كده قدام باباها وبتقوله لو عاوز حاجة كلمني عن الرقم ده لكن ما تقولش حاجة قدام بابا وبتسيبه وبتمشي ايه كنبلة الاحترام اللي ضربت في المكان دي وبعدها بدأوا يتكلموا ويخرجوا سوا كتير لحد ما حبوا بعد جدا لدرجة ان الجامعة كلها كانت عارفة قصة حبهم وبنرجع للوقت الحالي وروني راح لنيها عشان يشوفها عوزة ايه وبيبصل روني للقافلة هيقابل فيه نيها وبتدخل وبيلاقي وشها كله مليان كدمات فبيسألها عن اللي حصل معيها وساعتها بتوعي الاطباق من الجرسون وبتكون نيها متوترة جدا وبتسأل روني لو عنده اولاد فبيقول لها انه ما عندهوش لانه ما تجوزت قبل كده وبيسألها نفس السؤال فبتقوله ان عندها بنت اسمها رايا وانها محتاجة عشان كده وبتتكلم معه وتقوله انها كانت رايحة تودي رايا الحضانة في اول يوم ليها وساعتها طالع عليها اتنين وضربوها وبتكمل وبتحكي له كل اللي حصل وبتقوله انهم خدوا بنتها وبتطلب منه ساعتها في انها تلاقيها ووقتها بيوفق روني وبعد كده بيروح عند واحد اسمه عصمان وبيقجر منه عربية وبيروح يقابلها تاني وبتقوله انها عملت محضر وقعدت تدور على بنتها في الشوارع بعد ما خرجت من المستشفى بس ما قدرتش توصل لأي حاجة وساعتها بياخدها وبيروحوا سوى للزابط اللي عملت عنده المحضر واللي بيكون هيقفل المحضر وبيسألها الزابط مين ده فبتقوله انه صديقي العيلة وبيفضل يضربها برجله في رجليها وبيشوفه روني وبيقوله يبعد رجله لكن الزابط مش بيسمع الكلام فساعتها روني بيتعصب وبيضرب الزابط جامل وكل اللي في الاسم بيجروا عليه وهنا بتشوف مهارة روني وهو بيضربهم كلهم وبيعرفوا انه ظابط في الجيش وساعتها بيوصل للمدير العام وبيطلب روني عنده في المكتب وبيكلم القائد بتاع روني وبيقوله بكرة الصبح الساعة سبعة هيكون عنده في الكتيبة وبنشوف عثمان وهو بيوصل روني بالعربية وبيقوله انه حاسس ان روني في حرب ما بين قلبه وعقله وبيقوله يمشي ورا قلبه فبيطلب منه روني يلف ويرجع بالعربية وبيروح الحضانة بتاعة رايا وبيوري المديرة صورتها فبتقوله المديرة ان الطفلة دي مش عندها في الحضانة فبيروح لنيها البيت وبيقولها اللي حصل ونيها بتقوله ان المديرة كذابة وبتطلب يصدقها هي فبيطلب منها الصور لرايا فبتقوله ان ملهاش اي صور عندها وبعدها بيسيبها وبينزل وبيشوف جار نيها على السلم وهو نازل فبيسألوا عن رايا لكن جارها كمان بيقوله ان هي ما عندهاش اطفال وساعتها بيمشي روني وبيخبط في واحد من غير ما يقصد وبيطلع صاحبه في الجامعة وان النهاردة كمان فرحه وبيعضوا معه على الفرح وهناك بيشوف كل اصحابه بتوع الجامعة وبيحضر معهم الفرح وبيفتكر الزكريات وايام الجامعة لما راح فرح هو ونيها ورأسه سوا وبعد ما خلصه جاء بابا نيها وضربه بالقلم على وشه وتاني يوم بتروح نيها وبتكون معها اساور مواتها بتاعت فرحها وبتلبسها وتطلب من روني ان هما يتجوزوا وفعلا بيروحوا يعملوا مراسم الجواز بس لوقتها بيجي لها المكالمة وبيسمع ان باباها عنده كانسر في المرحلة الرابعة وبعدها بيشوف لبسها والاساور اللي في ايديها وبيقولها انت كنت هتتدوزي من ورايا فبتقول له لا وبتقفل الموبايل في وش روني وفي اللحظة دي بيغبط واحد في روني من غير ما يقصد ويبتقع منه محفظته فبياخدها روني وبينادي عليه عشان يديهاله ووقتها بيشوف الكرني بتاعه وبيكون مكتوب عليه انه ضابط شرطة فبياخد روني الكرني وبيديله المحفظة وتاني يوم بيروح على المبنى لقدام الحضانة وبيستنى المدير لما بيمشي وبعدها بيطلب من الحارس ان يدخل المبنى ويشوف الكاميرات من شهرين فاته وبيوري الكرني بتاعه وساعتها بيعرف الحارس انه ضابط فبيخف منه بيخليه شوف الكاميرات وبيراجع الكاميرات وبيلاقي 3 ساعات ممسوحين وهم اللي حصل فيهم حدثة نيها وبيدي الحارس فلوس وبيطلب منه يجيب له الفيديوهات كاملة فبيقول له الحارس انه هيجيبها من عنده المدير وبياخد باله ان السانية واقف قدام الحضانة لما كان بيبص في الكاميرات وبياخد رقم العربي عشان يتأكد وبيبدأ يا رائب سانية وبعدها بينزل روني اعلان في الجرائط بصور راية ووقتها بيتصل به الشيكار اللي بيكون جوزنيها وبيطلب يقابله وبيسأله يعرف نيها منين فبيقول له انه هم اصحاب من ايام الجامعة وانه قابلها في الكافيه وكرر يساعدها لما عرف اللي حصل ووقتها بيقول الشيكار انه هي تعرضت لهجوم فعلا وان بعد ما فاقت في المستشفى فضلت تتكلم عن بنتهم راية وبيقول انه ما عندهمش اطفال اصلا وان الحادثة اسطرت على نيها وانها بتروح عند الدكتور نفسي دلوقتي وبيطلب من روني انه يوقف اللي بيعمله عشان ما يبوصل علاج بتاعنيها وساعتها بيفتكر روني كلام مديرة الحضانة وكلام جرهم في العمارة وبدأ يقترع نعمة ريدة نفسية فعلا وفي الوقت ده بيتصل به الحارس بيقوله انه جاب له الفيديوهات كاملة وبيروح روني وبيشوفها فبيلاقي الحادثة موجودة فعلا لكن بيلاقي العربية فاضية وما فاش اي اطفال فبيتدايق جدا وبيروح لنيها البيت وبيقول لها اللي حصل لكننيها بتفضل تعيط وبتقوله انها مش بتكذب عليه وان عندها بنت فعلا واسمها راية فبيتعصب روني جدا وبيرمي المفاتيح على الارض وساعتها بتطلب منه نيها انه يمشي فبينزل يجيب المفاتيح عشان يمشي فبياخد باله من اياس طول موجودة على الحيطة فبيخمن انها كانت بتقيس طول بنتها على الحيطة ووقتها بيلف عشان يشوف نيها لكننيها بتكون رمت نفسها من البلكونة وبيحاول روني ان ينقذها لكن مش بيمس جر طرحتها وبيجري يشوفها لكن بتكون ماتت وبتوصل الشرطة وبتبدأ تحقق فموتها وبيحققوا مع جزها وفي الوقت ده بيكون روني مالي البنيو قاعد فيه فبيرن عليه جرز الباب وبيقوم يشوفه وبيطلع عصمان وبيقوله انه عاوز يكلمه في حاجة مهمة وبيقوله انه شاف الطفلة اللي لازلها اعلان فبيتعصى بروني عليه عشان عصمان لسه قيله الكلام ده دلوقتي وبيكون هيدربه بس عصمان بيقوله انه مالوش دعوة فبيكمل كلامه وبيقوله ان فيه مرة كان عنده ثانية وشاف رجالته وهم خطفين البنت وجايبينها لثانية والثانية ساعتها حذره انه لو تكلم هيقتله وبيروح روني لثانية اللي اول ما بيشوف روني بيحاول يهرب منه ورجالة ثانية بتدرب روني لكنه بيدربهم كلهم وبيجري ورا ثانية لحد ما بتوصل الشرطة وبتقبض عليهم هم الاتنين وبيروحوا الاسم وبيفضل روني زعق جامد وساعتها بيقوله انه مش هيسمح له يضرب الزباط زي اللي حصل قبل كده وبيفضل روني استفز الزباط عشان يفتح له القفص وشوف هيعمل فيه ايه وبيتعصب الزابط وبيفتح لروني وبيضربه بعض لحد ما بيجي المدير العام وبيطلب واسمان عشان يستجوبه ويقول كل اللي يعرفه وبعدها بيحققه مع ثانية وبيسأله عن مكان الطفلة وبيفضل يدور في جيوبه وهنا بيتعصب الزابط جامد وبيرفع المسدس في وش ثانية وبيكون عايز يموته لكن بيقدر ثانيا انه يسرق المسدس من جيب المدير وبيرفعه في وش الزابط وبيفضلوا هم الاتنين رفعين المسدسات في وش بعض لحد ما بيقتلوه وبعدها بيرجع المدير لبيته وبياخد روني معه عشان يهديه وبعدها بيسيبه روني ويروح لبيته وبيكون عصمان في الوقت ده فيه رجالة هتقتله وبيكسروا ايديه ورجليه وبيعزبوه الاول وقبل ما يقتلوه بيكون روني وصل وقدر يعمل منهم شاور مفراخ وبيكسر ايديهم ورجليهم زي ما عمله في عصمان وبعدها بيمسك تريفون واحد من الرجالة دي وبيلاقيله جاي رسالة من المدير العام والرسالة بتكون فيها صورة روني وبيطلوا منهم يقتلوه فبيسألهم روني عن مكانه فبيقولوله عن مكان المدير العام وبيروح روني الجزيرة اللي بيكون فيها وبينزل المدعكة دي كلها لوحده وبيزيد عددهم وبيفضلوا يضربوا فيه بس هو كان بيقتلهم كلهم وبتيجي طيارة بيبقى فيها رجالة المدير العام بس برضو بيقدر روني انه يخلص عليهم كلهم وبيقدر يوصل للمدير العام وبيضربه بالنار وبيقوله ان الشيكار جزنيها هو اللي طلب منه يعمل كل ده وبيقوله كمان ان الشيكار هيديله ملايين وبيكون هيدرب روني بالنار بس بيجل الظابط وبيقتل المدير العام وبعدها بيشوف روني رايا وبيغم عليه وبيدخل في غيبوبة وبيحقق الظابط اللي قتل المدير العام مع الشيكار وبيعترف الشيكار بالحقيقة وبيقوله ان هو مش بيخلف وبعد ما عمل تحليل اتأكد ان رايا مش بنته فقرر يخطفها من ممتها وبدأ يقول لجرانو كل الناس اللي يعرفوا منها ماتك وان مراتها تدخل في ازمة وحالة نفسية وبيروح بعدها المستشفى عنده روني وبيسأله الظابط شمعنا ميها كلمتك انت وطلبت انك تساعدها وبيكمل وبيقوله تفتكر ان ليك علاقة بالبن وساعتها روني بيفتكر زمان لما رحت له البيت اخر مرة وكانت بتعيط وقالت له انها مش هتقدر تزعل باباها بسبب مرضه انها هتتجوز وقبل ما تمشي بيحضنها وفي اليوم ده كانت حامل من روني في رايا ومن وقتها ما شافوش بعد 4 سنين لغاية ما كلمته عشان يساعدها وبيطلع روني من قطة في المستشفى عشان يشوف رايا وهنا روني تأكد ان رايا بنته واخدها وعاشوا مع بعض وبدأ يهتم بيها ويربيها ولغاية هنا بيخلص في المدى النهاردة اتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد سلام